حدث تاريخي سيجذب الأنظارة من جميع أنحاء العالم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب أعلن مؤخرا عن حضوره حفل إعادة افتتاح كتترائية نوتردام الشهيرة في باريز بعد أكثر من خمس سنوات من تعرضها لحريق هائل في منشور على منصة تروث سوشل صرح ترامب قائلا يشرفني أن أعلن أنني سأسافر إلى باريز يوم السبت المقبل لحضور حفل إعادة افتتاح هذه الكتترائية الرائعة التي تم ترميمها بالكامل بعد الحريق المدمر في العام 2019 هذا الحريق الذي دمر جزءا كبير من الكتترائية كان بمثابة صطمة للعالم بأسره ولكن الآن وبعد جهود جبارة في عمليات الترميم أصبحت نوتردام جاهزة لاستقبال الزوار والمصلين من جديد بدءا من يوم السبت المقبل لكن الأمر لا يتوقف هنا هذه الزيارة ستكون أول رحلة دولية لترمب منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الحفل حوالي 50 من رؤساء الدول والحكومات مما يجعل الحدث فريدا ومهما للغاية الكتترائية التي يبلغ عمرها 850 عاما تعتبر واحدة من أضخم الكتترائيات في العالم ومن أبرز المعالم السياحية في أوروبا ولكن في 15 أبريل 2019 تعرضت الكتترائية لحريق ضخم تسبب في انهيار برجها الشهير الذي صممه المهندس المعمري أوجين فيوليلو ديوك في القرن التاسع عشر وهو الحادث الذي صدم الجميع في باريس والعالم لكن الأمور تختلف الآن بعد جهود ترميم استثنائية أعلنت فرنسا عن اكتمال عملية الترميم والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الذي قام بزيارة للكتترائية الأسبوع الماضي أشهد بالحرفيين الذين قاموا بالمستحيل لإعادة الحياة لهذا المعلم التاريخي قائلا إنهم داو جرحا وطنيا ماكرون كان قد وضع هدفا طموحا لترميم الكتترائية في خمس سنوات وبحسب السلطات الفرنسية فهذا الهدف قد تحقق بالفعل وقد أعرب ترامب عن أعجابه الكبير بهذا العمل قائلا إن ماكرون قام بعمل رائع في التأكد من أن نوتردام استعادت مجده الكامل بل وأكثر من ذلك ومن المتوقع أن يكون حفل إعادة الافتتاح يوما مميزا ليس فقط للمشاركين في الحفل بل للعالم أجمع حيث ستكون هذه اللحظة بمنثابة احتفال بالتراث بالإرادة وبالتاريخ المشترك بين الدول والشعوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة